من ملامح بتعكس الجمال والرئة إلى واجه حزين بيعكس مدى تأثيرها باللي وصلت لي وخفها من فقدان آخر أمل لها في الحياة ولكن اللي كانت بتخاف منه الفتاة العشرينية حصل بالفعل وفقدت البلوغر سارة محمد بصرها تماما بعد تعرضها لحادث رفقة خطبها على الطريق الصحراوي تسبب إصابتها بنزيف في المخ وخرجت سارة من المستشفى ب70 غرزة فرصها وكانت كلها أمل وبتنتظر أن يعود ليها بصرها بعد العملية الأخيرة ولكن للأسف الشديد فقدت بصرها تماما وده وفقا لمنشور كتب على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكانت ذكرت سارة أن خطبها كان هو المقصود بمحاولة الأتل لكنها ألقت نفسها أمامه لتتلقى الرصاصات بدلا منه مشيرة إلى أن الأطباء استخرجوا الزجاج من عينيها لكنهم لم يتمكنوا من استخراج الرصاصات أو إنقاذ بصرها وكان أكد الدكتور حازم ياسين الطبيب المعالغ لصارة ضرورة الانتظار إلى حين استقرار الحالة لتأكد من احتمالية إنقاذ العين اليمنى وقال إن التدخل الجراحي مش هيكون في مصلحتها دلوقتي لكن بعد الانتظار ومحاولة التدخل الجراحي يأكد الأطباء أنه لا يوجد أمل في استعادة بصرها مرة أخرى صار محمد من أشهر البلوجر على موقع التواصل الاجتماعي بتباها حوالي 500 ألف متابع على موقع تبادل الصور إنستجرام بتعيش في محافظة الإسكندرية بتقدم محتوى خاص بالفتيات في مجال الأزياء والموضة درست في إسانوي فني والتحقت بمعهد حاسبات تمت خطبتها سابقا ولكنها حاليا عزباء